اهلا بكم والعدالة واحترام الحريات العامة القى الجيش الاسرائيلي منشورات واطلق الغاز المسيل للدموع على قطاع غزة صباح الاثنين محذرا الفلسطينيين من الاقتراب من الحدود مع اسرائيل فيما احتشد متظاهرون في اليوم قبل الاخير من الاحتجاجات المستمرة منذ ستة اسابيع كما اندلعت مواجهات صباح الاثنين على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل ما ادى الى اصابة اثني عشر فلسطينيا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية قبيل ساعة من بدء حفل تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس وتجمع الالاف من الفلسطينيين في مناطق مختلفة على طول الحدود وحاول عدد منهم الاقتراب من السياج الامني افادت مصادر ان الجولة التاسعة من محادثات اسيتانا حول الازمة السورية قد انطلقت بمشاركة جميع الاطراف المعنية بالحل السياسي في ظل حضور ممثلين عن الجامع العربية للمرة الاولى وغياب الوفد الامريكي ويعد هذا الاجتماع اليوم الاول بين ممثلي المعارضة السورية والنظام منذ مؤتمع سوتشي للحوار الوطني الذي نظمته موسكو في يناير كانون الثاني الماضي وسيحضر ايضا المبعوث الاممي الخاص الى سوريا ستيفان ديميستورا لا تزال مفاعل الانتخابات النيابية في لبنان التي جارت في السادس من مايو تلقي بظلالها على المشهد السياسي لاسيما داخل تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري فبعد ان استقال مدير مكتبه نادر الحريري السبت عمد رئيسي المستقبل الى اقالة اسميني كبيرين في التيار كان من ضمن المسؤولين عن المكينة الانتخابية لاسيما في بيروت والبقاع والشمال وهما وسام الحريري منصق عام الانتخابات وماهر ابو الخدود مدير دائرة المتابعة في مكتب الحريري للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة ترجمة نانسي قنقر